دكتور حيدر ناصر موجود معنا اليوم بسانتي اختصاص الجهاز هضمي جراحة جهاز هضمي وأورام رح نحكي عن الارتجاع المريئي أهلا وسهلا فيك دكتور رفلو يمكن من أكتر الأشياء اللي بيختبرها الإنسان بحياته يمكن من فترة للأخرى أغلب الأوقات بيكون أمر طبيعي أمتى بنصير لأ بدنا ننتبه أنه هالارتجاع المريئي معقول يكون فيه خطر في عوارد بتأشر أنه تبلش عيصير عن خطر متوقعة ببلش يعطي عوارد ما خصة بالبطن يعني نحن نعرف الارتجاع المريئي بيعمل حرقة وبيعمل ارتجاع أسيد بتحس أنك عم تداشي أسيد أو شيء تبلش عمل صعلي بيعمل مانفستاتيون بولموناري ببلش عمل الانفكسون بالبومو تبلش فيه خسارة وزن هذا الارتجاع المريئي يمكن يؤدي للسرطان طبعا المريئ إذا دلو على فترة طويل يبلش عيننا يعني واجع بالبطن وبلش هالتراتمان مع مئة نتيجة ساعت لا لازم يروح يشوف الحكيم والتنظير من أهم العوامل اللي يبلش فيها إذا بلشت على العوارد المسامية يعني هذي اللي بتخوفنا أكتر شيء وصلا أكتر شيء من خف من المرضى اللي بيشربوا كتير كحول أو بيدخنوا كتير لأنه هذا العرض أكتر من غيرهم أن يوصلوا لمرحلة السرطان طب هون بدنا بريفنشن ما بدنا نوصل للمرحلة الصعبة لحتى اللي نكون عم ننتبه على هالموضوع الرفلو العادي كمان بيؤدي لها مشاكل الرفلو العادي إذا بتتركيه إذا بتتركيه صار كمبليكي معقول يؤدي لها مشاكل شو يعني شو أدي ممكن يكون فيه رفلو بالأسبوع ولا بالشهر لحتى لأن نعتبر أنه هالشي صار كتير إجمالا إديش المريض مزعوج يعني إدي عنده سكور إدي هو مزعوج وإدي عميه عبالليل ولا مش عميه عبالليل من الرفلو عم يزعجوا بس ينام على ظهروا عم يزيد الرفلو ولا لا هي كل العوامل نحن في سكور لها قلة من عملها بس إذا دلوا المريض ملترتي والمشكلة لأنه عنا بيشنس كتير باللبنان بيخدوا أوفر زا كاونتور يعني صار معهم رفلو بروح عصدالي بجيء بالدواء بياخدوا بيصير عنا هون كتير شو اسمهم هذي الآن بيهي بتريح على بالوقت الحاضر بس ما هي تراتمان بس ما هي تراتمان يعني إذا مثلا المريض عنده رفلو بيدون ما يحترق المريء عنده بس المريء منه ما يحترق عنده فيك تعطي تراتمان وهو حماية المعدة لمادة شهر وبيمشي خاله إذا في حريق للمريء بديك تعطيه لمادة شهرين بديو يتابع عاكيد مع عاكيم جهاز هادمين من فترة لفترة لنشوف قديش جدية هالعوارد وقديش عم تأثر على حياته لهالمريض كيف يعني غير الأسئلة يلي ممكن تكونوا عم تسألوها بالنسبة للتشخيص شو هي وسائل الثاني يلي بتقدر تكون عم تستعملوها لحتى لتشخصه بدأ يعني بدأ أول شي بكل مريض يعني بيجي لعنه عن جد مزعوج من الرفليو صار له عنده فترة وعم تزعجه وعم تأثر على حياته اليومية أول شي بنبعثه يبعون تنظير لنشوف لا سمح الله غاستروسكوبي غاستروسكوبي لأنه عكتر ما عم يلقى أسيد من المعدة صار عم يغير بخاصيته وعسا عم يشبه شو اسموه الميكروس طبعا المعدة تأقلم معنا هايدي بيسموه لزيون بريكانسيروز إذا لا سمح الله لأيناها لازم دغري نلجأ يعني للتريتمان ولمتابعة المريض بشكل كتير كتير شو بيسموه قريب يعني ما فينا نتركه شو بتكون علاجات هون فينا نعمل عملية جراحية لا استقصال يعني لا مش لا استقصال نعمل شي بيسموه فاندوبلايكيشن نحنا منبرم المعدة حول المريق لنقوة لبريسيون تحت عند المريق لنمنع بقى الرفلو ومع الوقت منرقبه إذا هالأوزوفاج بارت عم يتطور ولا لا إذا عم يتطور ساعته مجبورين نعمل أندوميكوزا ريساكشن أيام منفوت بالنظور منشيلة أو أيام إذا حسيني عم يتطور لا سمح الله من نعمل عملية جراحية هاي دي العملية الفاندوبلايكيشن بيسموها يعني عندما نبرم المعدة حول الأوزوفاج بس بالقبل بدنا نحرر الأوزوفاج شوي لأن مشكلة الأوزوفاج أو المريق بيمرق بثلاث مطاريح بيمرق بالرقبة بيمرق بالأفاس الصدري وبيمرق بالبطن أي مطاب يصير عندنا رفلو وقتا بتكون الجزء اللي بالبطن كتير أصير هو أثر شقفة من المريق هو البطن أول شي لازم نطوله شوي يعني نعمل نزله من الأفاس الصدري لتحت بدو يكون طوله شوي أربعة سنتي أو ستة سنتي أيام حتى ونرجع منبرم المعدة حوليه ونقطب المعدة على المريق لأن أول البرسيون تحت ونمنع الارتجاع المريق يعني وقتا البرسيون بالمعدة بيغلب البرسيون بالمريق بيصير عندنا الارتجاع المريق جمالا نعم تنتبع لكن في عدة حالات ممكن يكون فيها من بعض التنزير أول حالي عم تقول أنه ممكن وإذا المريض عن جد أنه بنا نأكد شو ما أقول يكون فيه بالتنزير غير الحالية زكارتا البرت أجمالا بالتنزير اللي فينا نشوفه شغلتان لا سمح الله البرت إذا فاجدوا بارت بيسموه أو إذا فيه فتاق بالمعدة إذا فيه فتاق بالمعدة يعني سفنكتر منه بقى شغال تحت يعني الجنكسيون بين المعدة والمريق منه بقى منيحة مش هناك عم يصير عنا الرفل ولازم نلجأ ساعة لها العملية الجراحية إذا كانت الفتاق كتير كبير ونعمل الفاندو بلايكيش اللي حكينا عننا اللي هي علاج بنفس الوقت لا فتاق المعدة ولا الرفلو يعني كدي أرنيئياتال دي رفلو نفس الشي اللي عنده فتاق بالمريق كأنه ابسوفاكتو عنده رفلو بس مش ضروري اللي عنده رفلو يكون عنده فتاق بالمعدة نحن ناخد وقفة صغيرة معنا وين الأخبار ونتابع لقدر منتابع إذن موضوعنا كنا نحكي عن التنظير إذا كانت بالتنظير في بوليب مثلا بوليب غير شيء ما أخصه ما ألو علاقة ما ألو علاقة إلا في أمراض كتير نادرة مثل زولنجر إليسون سندروم بيسموه هي أمراض مثل ورام حميد بس بيكب أسيد كتير نشوف في التقرحات ونشوف بالإسناي عشرة وبالمعدة هذه بتكون سبب الرفلو إذا تشغلنا بوليب رح تكون بس لأنه الرفلو خلينا نكتشف شيء تاني شيء تاني مضبوط كمان فيه سؤال إذا فيه فتاق بالمعدة دايما منروح للجراحة أو أوقات مكون فيه علاجات هلأ فيها نعلجه كأنه رفلو عادي وإذا بقي الرفلو قوي حتى مع العلاجات أو عم يحرق الأوتار الصوتية هلأ فيه شغل اللي بدنا نعرفها ونكون واضحين إذا ضلوا الرفلو لازم ساعتا نلجأ لحال جراحي بس دون يعرفوا المتابعين كلهم وهذا شيء بارادوكسال إنه المريض اللي بيرد على العلاج هو أكتر إنسان بتجاوب مع العلاج الجراحي واللي ما بيرد على العلاج الأدوي يعني نسبته للجراحة إنه تنجح عنده كتير أقل من اللي يتجاوب هالشي لأنه اللي ما تجاوب عنده يعني هو الميكانيزم كتير معقد مش بس إنه سفنكتر وفيه الميكوس طبعا يمكن أيام ما بتتحمل من إنسان لإنسان بتفرق قدرة تحملها من إنسان لإنسان سو إجمالا معقولي نعمل عملية الفتا ما تنجح يعني ما تروح العوارد إذا كتير ريفليات قويا أيام نضطر نرجع لحلول أكتر جزرية بعض نعم بحال شفنا أنه فيه تطورات مثل يعني أيام نشيل شقفة من المعدة مثل أنتركتمية هذول كنا نعمل حلول كتير قديمة من زمان قبل ما يخترعوا البيبي آي اللي هلأ كل العالم تاخدهم بالصيدليات كانوا يعملوا عملية كتير قوية للأسيد والرفلي واليرسار يعني يشيلوا شقفة من المعدة يقصوا الفيغس نيرف اللي بيحفز السيكريسيون طبعا الأسيد بالمعدة هذي أيام فينا نلجأ إذا لأينا نحن أنه بيوم من الأيام لا سمح الله حيصير عنا مضاعفات ومش المريض مش عم بيرد لعال فاندوب لايكيشن مش عم بيرد على هيدا وفينا أيام نعمل بايباس يسمو بايباس مثل عملية تنزيل الوزن هي حتى لو المريض ما ننصح بس ما منشيل شقفة من الأمهاء كتير قوية مش عم ينزل وزنه كتير إذا شفنا كذا عملية فاندوب لايكيشن فشلت عند هذا مريض سأتا منلجأ لعملية لأنه من تصير لأكل يمرو بطريقة أسرع ما بيعمل استاغنسيون بقلب المعدة ما بيعمل رفلي منخفف رفلي بهذه الطريقة وهلأ في شو اسمه ديفايس اختراهوا بأمريكا من دوميل ديس دوميل ديس هلأ ما جابوه على الميدال إيس اسمه لينكس ديفايس نعم هيدا تايتانيوم عبارة عن براسلاء امانتي معمول من تايتانيوم بتلفي حول المريء بس قدام العصب بيعمل بريشون بيخلي أنه الأسيد ما يعمل بقاء ارتجاع هيدا هني اختراهوا لأنه لتكون أطاب قبل الفاندوب لايكيشن لأنه الفاندوب لايكيشن عملية كتير دقيقة وإلى اللي بيعرفوا عن جد يعملوها مشان هيكي عنا فالرات عالي والنردينج تهير طبعا كتير عالي تعملي كزا عملية لتقدري أنت تكوني متمكنة من هيك عملية كجرح مشان هيكي اختراعوا هيدا اللينكس بروسيدج حتى بالولايات المتحدة ما عندهم لود كتير قوي من المرضى وفي عندهم قدرة عايمية كتير اختراعوا اللينكس مشان هالشي أنه يحطوا قبل الفاندوب لايكيشن هي عملية هاي بيعتبروها بيلفوا هالبرسلي حول المريء وبيمنعوا بهالطريقة بس أكيد يعني أنا وضع حكيتهم لأفنة عشر ما كانوا بعض ناويين يبعطوه على الميداليست وهلأ أكيد مش وقتا مش وقتا أبدا التقرحات بالمعدة شو هي التقرحات هلأ غير شي اتنايتهم بيشبهوا بعض نعم التقرحات والرفلو هلأ بيقولك أنه إيبر أسيديتي بس تقريبا الأغلبية العظمة من العالم اللي عندهم تقرحات نحن هالمعدة كيف عم تفرز الأسيد وما عم تحرق غشاء المعدة طبعنا نحن غشاء المعدة طبعنا عنده قدرة تحملية على الأسيد يعني بيفرز شي اسمه ميوكس ليحمي حاله من الأسيد والصليف طبعتنا اللعاب طبعنا كمان بيعمل بوفيرينج للأسيد مش هيك نحن ممنع زي حالنا بالأسيد وتكل شي بيكون فيزيولوجيك ونورمال هاي الاليكوباكتر بيلوري وقتا بتعمل الإنفكسيون على المعدة بتخفف من قدرات المعدة الحمايية بطل المعدة تحمي حالها بشكل مزبوط من الأسيد صح الأسيد لبعدتنا هو بيؤدي آخر شي ليصير في تقرحات بالمعدة أيام في إنفكسيون أيام زيادة أسيد أيام في الأدوية تابعون الواجع الانتي انفلماتور هنه كمان بيعملوا سيبرسيون للميوكس اللي بيحمي المعدة المادة المخطية صحيح هنه بيحموا من الواجع بس عندهم إفكسيوندير إنه بيخففوا إفراز المادة المخطية اللي بالمعدة صحيح بيصير عن التقرحات بتشوف كتير عالم بياخدوا أسبرين مثلاً لوقات طويل بدون حماية معده بيجوا مففوط تعالج التقرحات تعالج أيه بنفس الطريقة بنفس الطريقة هنه بيشبهوا بعض هنه كتير يعني مثل تقولي أولاد عام الألسر والجورد كتير بيشبهوا بعض من ناحية طبع مع الامتناع حال موجود الإليكوباكتر بيلوري في دواء بنعطى أنتيبيوتيك لمدة 14 يوم عند المريض أو 12 يوم أوكي اللي هنه عبارة عن كذا حب الدواء وبتعمل تراتمون للبكتيري كيف يكتشف الإليكوباكتر؟ وقتا بتعملي تنظير إبسو فاكتو أنت بس تعملي تنظير للمريء والمعدة بتاخدي خزعة من المعدة وبتبعطيهم على الزرع البكتيري بتبين بالزرع وفي تست كمان بنعمل اسمه يورياس تست على قلب الخزعة بنشوف إذا برمت أحمر ولا لا نشوف إذا هالبكتيري موجودة ولا لا إذا موجودة هالبكتيري ساعتها بنبلش نعطي الأنتيبيوتيك أو الدواء ما حنقول أما الفحوصات بالنفس للإليكوباكتر فيه كمان كيفية كيفية بس أكيد منها دقيقة أد الخزعة أكيد أدقة شي الخزعة طبعا يعني معلومات كتير مهمة اليوم أخذنيها منك دكتور حيدر ناصر شكرا لوجودك معنا اختصاصي بجراحة الجهاز الهضمي والأورام أهلا وسهلا وقفة هلا ونرجع متابع لايب